صباحة ليلندا وطمناها على حالة الطقس كمان اتعرف منها على أسعار العملات والدهاب صباح الخير عليك يا ليلندا صباح خير شازلي صباح خير جمعنا صباح الخير يا ليلندا الحقيقة يا شازلي الأجواء مشابهة للمبارح نجو الصبح طبعا احنا مترقيني مبارح لدرجة الحرارة مبارح هي النهاردة مفيش تغيير اه دي حقيقة تعالوا نشوف تهاصيل بقى صباح خير عليكم مشاهدين للوقتي تعالوا نتابع متوسط أسعار صرف العملات الرسمية والبداية هتكون مع الدولار الأمريكي والسعر البيع والشراء سعر البيع سجل 18.96 أما الشراء فسجل 18.88 اليورو البيع سجل 19.20 أما الشراء فسجل 19.11 الجنيه السليني البيع سجل 22.97 أما الشراء فسجل 22.87 الفرانك السويسري البيع سجل 19.70 أما الشراء فسجل 19.61 هنروح لليوان الصيني البيع سجل 2.81 والشراء سجل 2.79 الريال السعودي البيع سجل 5 جنيه و5 أروش والشراء سجل 5 جنيه وإرشين الدينار الكويتي البيع سجل 61.79 والشراء سجل 61.45 وأخيرا الدرهم الإماراتي البيع سجل 5.16 والشراء سجل 5.14 بالنسبة لمتوسط أسعار الدهب فعيار 18 سجل 866 جنيه لجرام أما عيار 21 فسجل 1010 جنيه لجرام وعيار 24 سجل 1154 جنيه لجرام وأخيرا الجنيه الدهب سجل 8.080 جنيه أما بالنسبة لحالة الطقس فالهيئة العامة لأرصاد الجوية تتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سينة وهيكون كمان حر رطب على السواحل الشمالية وهيكون فيه نشاط رياح على بعض المناطق في جنوب سينة خلال فترات متقطعة درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 36 وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 43 وأقل درجة حرارة في السلوم 31 هنتابع مع حضرتكم أحوال الطقس بتفصيل في النشرة الجوية ولكن بعد شوية